اهلا بكم مشاهدين الى هذه النافذة التي نرصد لكم فيها ابرز ما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي ونتعرف سويا على اصل الحكاية حكايتنا لهذا اليوم عن عودة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسية لواء سلطان العرادة الى مأرب حول هذا الموضوع ناشطون والسياسيون واعلاميون وشباب كثر تفاعلوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الحدث وما رصدنا لكم من تغريداتكم احمد المسيبي للاعلامي قال المناظر البطل لواء سلطان العرادة يصل محافظة مأرب انها عودة النصر والانتصار المؤذر باذن الله تحية عظيمة لسلطان سبا نائب رئيس مجلس القيادة محافظ محافظة مأرب مأرب الشموخ والفداء حامي الحما والسد المنيع لليمن والامة والتحية لكل رجالها الابطال الاحرار فهد القرن قال في تغريدته خلال اللقاء موسع بمحافظة مأرب عضو مجلس القيادة اللواء سلطان العرادة سنستعيد الدولة ونفرض السلام بوجه او باخر والحوثي لا يريد السلام بل يريد يكسب الوقت ويلعب على الاطراف الاخرى مشروع جماعة الحوثية تآكل من الداخل ويعاني من عدم قبول الشعب اليمني لأفكاره المنحرفة وليد الراجحي في تغريدته يقول الاهتمام الكبير بعودة اللواء سلطان العرادة الى ارض الوطن وميدان النظال ذلك عهد الناس به وما الاهتمام الا تعبير عن حجم ما يحظى به من احترام وتقدير في قلوب الملايين من ابناء الشعب الذي يثق به واذا وعد انجز دمت ايها العملاق ذخرا كما اخذناك للوطن والمواطن عبد المحسن المراني في تغريدته يقول تقبيل السلطان لساعد القائد اكرم الاديمي قائد اللواء 13 مشاه هي قبلة في جبين كل من ضحوا بدمائهم واجسادهم دفاعا عن الجمهورية وعن الذات اليمنية التي طالها صلف وجور الامامة والسلالية محافظة مأرب موقع محافظة مأرب يقول عضو مجلس القيادة الرئاسية اللواء سلطان العرادة سنقف رغم الظروف حتى نستعيد دولتنا ونفرض السلام ان كان عبر الامم المتحدة ما لم فبابطال القوات المسلحة والامن والمقاومة الشعبية احمد شبح يقول في تغريدته عضو مجلس القيادة اللواء سلطان العرادة الحوثي لا يمكن ان يخضع للسلام وانما يريد ان يكسب الوقت ويلعب على الاطراف الشعب اليمني يمتلك من القوة والارادة والحق اكثر مما يمتلكه الحوثي سنستعيد دولتنا ونفرض السلام بالسلام عبر الامم المتحدة او بابطال القوات المسلحة والامن والمقاومة المركز الاعلامي للقوات المسلحة اليمنية عضو مجلس القيادة الرئاسي وسلطان العرادة يعقد لقاءا موسعا ضم رئيس هيئة الاركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز ووكلاء المحافظة ورؤساء السلطة القضائية والقيادات الاكاديمية والعسكرية والامنية ورؤساء فروع الاحزاب والتنظيمات السياسية بالمحافظة صادق عبدالله الهرش عضو مجلس القيادة الرئاسية لواء سلطان العرادة لا يمكن ان تظل ميليشية الحوث الارهابية تحت مظلة السلام الكاذب تستورد ما تريد وتحاصر الشعب وتوقف الموانئ والطرقات والصادرات التي يتغذى منها المواطن اليمني الحسن علي ابكر في تغريدته يقول لواء سلطان العرادة نائب رئيس مجلس الرئاسة محافظ محافظة مارب أهلا وسهلا بك بين قومك وشعبك وفي أرضك ووطنك اليمن بحاجة لعودة جميع القيادات إلى أرض الوطن لتعود روح الدولة ولتعود مؤسساتها ويتوقف التزييف والتدهور الذي تشهده على كل المستويات اليوم نستبشر ونأمل أن نرى غدا كل قيادات الدولة من رئيس مجلس القيادة إلى أصغر موظف في الدولة مداومين داخل الوطن بين شعبهم وإخوانهم وفي مؤسساتهم أحمد عائض في تغريدته يقول اليوم تعرى إعلام الحوث والانتقال منذ شهور ضخ إعلام الضاحية الجنوبية أن عضو مجلس القيادة الرئاسية لواسلطان العرادة منع من العودة إلى أرض الوطن وهو تحت الإقامة الجبرية اليوم الإعلام الدولي والمحلي يوثق عودة لواسلطان العرادة إلى مأرب واستقبال وابتهاج بعودته إلى مأرب علي الغليسي قال في تغريدته عضو مجلس القيادة الرئاسية لواسلطان العرادة مخاطباً الحاضرين في اللقاء والسع أنتم تمثلون الجمهورية اليمنية وأمل الناس فيكم ويجب أن تحملوا هذه المهمة بكفاءة وجدارة وأن تكون أقدر الناس على جلب الناس لاستعادة الدولة بعيداً عن المناطقية والقبلية أو الحزبية والمذهبية ترجمة نانسي قنقر